والسؤال بيقول لو سمحت زوجي أخته متوفية بقالها أربع سنين أربع سنوات بسقوطها من السادس ربنا يا رحمة وجعلها في فسح الجنات يا رب قبل وفاتها اتحجزت بالرعاية وكان بيدور على فصيل الدم ليها ندرة جدا وللأسف معرفش وجدها واخته توفيت هو محتفظ بأنبول الدم بغرض أني لما ربنا يرزقه يشتري الفصيلة دي ويتبرع بيها هل احتفاظه بالدم فيه حرمانية احنا أصلا احتفاظه بالدم ده هيبقى الاحتفاظ بالدم ده حرام في حالة ما إذا لطخ بي نفسه ده اللي هنسأل عليه ساعة هنسأل هو الدم ده طاهر وانا نجس لكن هو محتفظ بالأنبول ده ولا هو حطه في عدوم ولا ملطخ بي أي حاجة وحطة الدم ده عشان بس ما تبقاش المسألة تبعد عننا ونقول النقاش اللي دار ما بين الفقهاء في مقدار الدم الذي لا يكون نجسا من دم الإنسان طبعا الصحابة الحديث ورد أن الصحابة صلوا في جراحاتهم فالإنسان دمه هو بالنسبة له مش هيبقى النجس لكن احنا نتكلم عن دم الآخرين قد إيه منه يكون نجس والمسألة عندنا مش مسألة النجاسة هي مسألة الاحتفاظ بيه هو محتفظ بيه هو محتفظ بيه ليه هو طبعا سؤاله هو أربع سنواته والدم لسه على حاله ما تخسرش فنصحتي دي أنه هو يدع ده لأسباب كتيرة ما هو الحكم الفقه يا جماعة الفتوى غير الحكم الفقه يعني احنا مش بنتكلم دلوقتي في النجاسة وفي الخطرة في مقدار النجاسة ما بين السادة الملكية والسادة الحنفية لكن احنا بنتكلم أن نجاس الدم الآخرين لكن احنا بنتكلم على أنهم متفقين على أن القدر القليل من الدم ليس بنجس لكن هي المسألة أن احنا مسألة تانية مهمة هي مسألة أن الاحتفاظ أنت سألتيني عن الاحتفاظ بالدم وممكن حد يخرجوا على ده لكن أنا بتكلم على احتفاظه بالدم أنا احتفاظه بالدم مش بس فكرة عالي الدم نجس ولا مش نجس بس لكن أنا عندي بعضي تاني مهم جدا واللي بيفتي لازم يشوفه ده اللي هو بعض إيه؟ البعض النفسي البعض الإيه؟ النفسي إنه هو محتفظ بدم أخته اللي توفيت من أربع سنوات أنا عايز أقولك حاجة هو ليس محتفظا بهذا الدم لأنه يريد أن يتبرع بنفس فصلة الدم فصلة الدم تتكتي في ورقة فصلة الدم تتكتي في ورقة هو محتفظ بهذا الدم لأنه في الحقيقة هو عنده شعور شديد جدا 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 قد يكون بالتقصير في حقه أو قد يكون هو مش حاسس هو مش عايز يحس إن هي مشت فاحتفاظه بهذا الدم وقد يكون أنت حسب ده وعشان كده أنت عايزة تتخلص من المعنى ده بس بتتخلص منه بطريقة مش مناسبة إحنا زوج حضرتك رأيي أنه بعد ما حصلت الوفاة أخته إن شاء الله تكون في فسيح الجنات يا رب إن شاء الله تكون في فسيح الجنات أنا متصود إن هو كان لابد يتلقى دعم نفسي ليه؟ لأن الحادث نفسه سقوطها من الدور السادس وبقاء في العناية المركزة قد يؤدي إلى إن هو يحس في بعض الأحيين ببعض الصدمات اللي هي محتاجة تتعالج ولذلك أنا أرى إن هو لابد أن يتخلص من هذه القارورة من الدم ليه؟ عشان قضية النجاسة؟ لا مش عشان قضية النجاسة لتأثيرها النفسي السيء عارف أصل الدم غير لما واحد يكون محتفظ حتى بتوب واحد الدم يذكر الإنسان بالحادث لما الإنسان يحتفظ بشيء من أشياء الشخص الآخر هو بيتلمس رائحته لكن لما يكون فيه دم الدم دائما يذكر الإنسان بماذا؟ ولذلك رسول الله لما أراد يبشع فكرة التعدي على الإنسان قال كل المسلم على المسلم حرام سب من كل المسلم ما قالش جلده رح قال ليه؟ دمه وماله وعرضه فالدم يذكر الإنسان بالجريمة يذكر الإنسان بالمأساة يذكر الإنسان بالحادث فأنا أرى أنه يتخلص لابد لابد ينبغي أن يتخلص لم أقل يجب لكن قلت ينبغي وينبغي شيء بيتردد ما بين الحرمة والكراها وليس حراماً ولكن أنا أراه لأثره النفسي السلب السيء عليها أن يتخلص من هذا الدم ونصحتي ليه هو يعني عايز تتبرع شوف فصيلة الدم دي وكتبها وتبرع لكن احتفاظك بالدم ده ليس لأنك تريد أن تعرف نوع فصيلة الدم عشان تتبرع به أباداً وده يعمل إيه؟ هيجدد عليك الأحزان وإنت يمكن أنت مش عايز تنسى المأساة فتفضل محتفظ بالدم لكي تتذكر المأساة وده شيء مش جيد فأنا أرى أنه ينبغي أن يتخلص من هذه القرور ترجمة نانسي قنقر